أمي زوجتني من ابن جارتنا باستعمال السحر الله أنا فهمت على هركي مقلقة وزعفانة حتى هذا الراجل الطيب اللي قدامك ما قدرشي أردك سعيدة لأنك ينحاج في قلبك بينك وبين الله وهديك ما تخليك تريحي أبدا لأن يماك زوجاتك بهذا الراجل الطيب لو عندكم في الدار باستعمال السحر فقد سرقت سرواله أعوذ بالله أما لن ديروا إعلان لقاع رجالتها العاصمة لما صاب سرواله يا صرحوا هاي كانوا واحدة تسرق السراول وتزوج في البنات عسوا سراولكم أما لن نساقالي تجي تنشر سراول تعوليدها ما تديريش مساك ديري هذاك مساكت على حديد وبونشي في تري سيتي باش كي تجي تسرق السراول تي بس التم هذا السراقت على السراول هذه لأن أم أمي زوجتني من ابن جارتنا باستعمال السحر فقد سرقت سرواله وعقدت جلسة في بيتنا حضارة إحدى الساحرات وما هي إلا أيام معدودة حتى جاء رجل على باسمته رجل الطيب مسكين إيامات معدودة عشت عندكم في الدار عطيته بنافق صحيح سرواله مسكين يا دراوش من نوع السروال هذا لا كوس ولا جين ولا حتى جاء الرجل لخطبة من أبي وتم العرس وأنا في عذاب نفسي رهيب ماذا تنصحني سيدي أول نصيحة ننصحكم تروحوا تردلوا سرواله لأنه حرام عليكم حرام عليها تسرقلوا سرواله وهذه السرقة البدية يماك التوب وتستغفر وتندم على ما فعلت وربي ما يقبلش التوبة انتحها حتى ترد الحقوق لأصحابها أول حاجة ردلوا سرواله لهذا الرجل هذه البدية وبعد ذلك يا أختي عمق إيمانك بالقضاء والقدر ما شيء سحر لزوجك زوجك القضاء والقدر لما سبق في علم الله أن يتزوجك هذا الرجل الطيب تزوجتي به ما هو لا سحر لا ولو مكان لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله جل جلاله صحيح العقيدة انتعك وردوا له سرواله هذا الرجل الطيب وعلى رجال عسو سرواله